المهندس عدلي قال الاهل ما بيطالبش بحاجة تعرفوا تاريخيا والنظر دايما وابدا في التاريخ ووقاع التاريخ بيفصر اللي حاصل لأنه علاقة الاهل بالمنظومة الرياضية والكرة القدم بيها بالتحديد ووقاعها متكررة وأحداثها دايما وابدا بتشبه بعضيها واللي بيقرأ التاريخ في مثل هذه الصدمات والأزمات يلاقي فيه خط واضح مش خط رفاية على حاجة ده خط كبير رابط بين كل هذه الأزمات على مرة تاريخ نادي بيتمسك بالمنطق والحق والتحاد بيحاول في بعض الفترات فرض وصايته اللي دايما وابدا في مثل هذه الأزمات بتبقى غير منطقية ولما بيبقى فيها منطق وحق اللي بينصاع في وقاع الصدمات اللي زي كده أنا شخصيا لا يستهويني تصوير الآله على إنه هو في تقوة الحارة وتفسيري إنه وده غير حقيقي طبعا في مراحل تاريخية كتير كان الإعلام يصور الإعلام على محدودية وقتها يصور المسألة على إنه الآله شمشون الجبار فيحصل تعاطف عكسي وناس عندها قدر شوية أنا فكره ده اللي حادث دلوقتي يفضل إشاعة المسألة بمجرد ما الأهل ياخد موقف الإعلام يستدعي تعبيرات الأهل يتحدى الأهل يفرض قوته الأهل يفرض عضلاته الأهل يستعرض نفوزه كل التعبيرات اللي بتصدر للمشهد صورة الفتوة والأهل مش كده ولا يجب أن يكون لهو ولا غيره كده الفتوة الوحيدة المفروض يكون القانون بين الناس كلها ولما الطالب الأهل بحاجة طالبه فيها في حدود النصوص القانونية اللي عندك الأهل لأنه عنده بناء عمل مؤسسي شوية فبيستاند دايماً وأبداً على اللوايح والنظام أنت هتهرج وهتمشي بفوضوية بنتصادم ما بنكملش مع بعض هقول لكم وقاع من معارك الأهل والتحاد الكرة في كل مرة كان الخط الرابط بينها زي دلوقتي هو فين الحق وفين المنطق الوقاع اللي أنتوا هتشوفوها بعين دلوقتي وبرؤية الأجيال الجديدة دلوقتي شوفوا كان الأهل صح ولا غلط بس لما بيبقى صح شوفوها بتنتهي إلى إيه بتنتهي إلى إيه مش علشان هو الأهلي ولا علشان هو شمشون عشان هو ده الحق وهو ده المنطق وهو ده العقل سنة موسم 54-55 يعني بنتكلم من كم وستين سنة خمسة وستين سنة تقريبا الأهلي بيلعب مباراة في ملعبه كانت مع الترامل السكندري المباراة كانت في الأسبوع الستاشر للدوري كان وقتها الدوري من عشر فرق فقط بيحكم هذه المباراة الحاكم حسين إمام وده عم الكابتن حمادة إمام رحمة الله على الجميع طرد توني مهاجم الترامل المباراة في ملعب الأهلي اللي تسمى بعد كده ملعب التيتش قدام خمسة وعشرين ألف متفرج بصوا حجم شعبية الأهلي من ستين سنة كان بيحضر له المباراة مع الترامل في ملعب النادي خمسة وعشرين ألف متفرج وده كانت أقصى سعر للملعب الحاكم حسين إمام طرد لعب الترامل توني لأنه ارتكب خطأ تاني فكتب توني كتب حسين إمام في التقرير بتاعه زي ما انتوا شايفين صورة جريدة الأهرام بنشكر الزميل محمد مصطفى وفريق الاعداد عم من عم الوصة ومحمود المخبازي ومؤمون الفدوى على العمل الحقيقي الموثق في هذه الفقرة محمد مصطفى بيقول لي معمروش حاجة أنا اللي جبت خلاص باش حسين إمام كتب أنظرت توني لارتكابه أحد الأخطار ولما ارتكب خطأا ثانيا قصدته إليه جريا ولاحظت أنه في الجهة الأخرى ترمى زجاجات بالملعب فاتجهت إليها وفي العودة رأيت توني يضرب طلعت توني بيدرب طلعت فطلبت منه الخروج من الملعب طرد ولم أرى طرعت يضرب توني وإذا بالأستاذ اللي كانت بدأ حسين إمام الحكم في التقرير وإذا بالأستاذ محمد حسن حلمي اللي هو حلمي زمورة لحق حامل الراية يدخل للملعب ممكن أن نقول لي بس الناس محمد حسن حلمي حامل الراية في مطي الأهلي اللي بقى رئيس نادي الزمالك الأستاذ حسين إمام كابتن حسين إمام هو عم الكابتن حمادة أمام ده طاقم التحكيم لنادي الأهلي اللي متهم التحكيم بيسد بيقول للكابتن حسين إمام أنه لقيت الأستاذ محمد حسن حلمي حامل الراية يدخل للملعب والقانون لا يعطيه هذا الحق واقترح علي طرد طلعت اطرد طلعت لعب الأهلي والقانون يعطيه فقط وصف الحالة حسين إمام بيقول لك القانون ما يدروش حق يقول لي اطرد فلان هو يوصف اللي حصل وانا اللي صاحب يعني يجي يقول لك كان ممكن يروح يقول له طلعت اللي ضرب طلعت ضرب فشككته في الأمر ولم أستمع إليه تحسين إمام على محمد حسن حلمي وقال لك أنا شكيت في كلامه لا ده داخل متواصل وأنهيت المباراة في موعدها المحدد بالضبط كده انتهت طيب ده تقرير حسين إمام لاتحاد الكورة كتب حسين إمام تقريره دون أي إدانة للأهلي المفاجأة إنه كابتن محمد حسن حلمي راخر كتب تقرير وده مش من حقه هنا يبان بقى إيه فين الغلط في الأزمة اللي حصلت حامل الراية تدخل عشان يطرد لعب من الأهلي وحسين إمام عم كابتن نادي الزمالك وإبدي نادي الزمالك قال لك هو مش من حقه مش من حقه يدخل الملعب ومش من حقه يفرض علي أطرد لعب وكمان مش من حقه يكتب تقريره وراخر زي وزي فكتب تقرير الكابتن محمد حسن حلمي لاتحاد الكورة ذكر فيه إنه كان يجب طرد طلعت أما عن المباراة الترام اتقدم بهدفين بعدها سجل حلم أبو المعاطي هدف الأهلي الأول من ضربة جزاء وبعد كده توتو سجل هدف التعادل من ضربة رأس اعترض لعبة الترام لكن حكم المباراة حسين إمام ما ترجعش عن قراره واحتسب الكورة هدف قبل نهاية المباراة بدقائق سجل وجه مصطفى هدف الفوز للأهلي 3-2 ليحتاج لعبه الترام مرة تانية بأسر راجع واستقنوا في اللعب لغاية لما حسين إمام أطلق المباراة في النهاية الطبيعية بتاعتها خلصت مباراة وخلصت مش أنتوا علمتونا إنه الحكم سيد الملعب مش ده حسين إمام ابن الزمالك رأسا ولا فيه شك في كده مش هو ده اللي من حقه يقرر نتيجة المباراة إيه اتحاد الكورة عجبوا قوي أنه يروح له تقرير من حمل الراية فبغير حق قانوني زي ما حسين إمام كاتب اجتمع اتحاد الكورة يوم 27 إبريل 55 خد قرار أخذ بتقرير حمل الراية برئاسة مين بقى عادينا أعرف أخذ حسين أخذ بتقرير محمد حسن حلمي على أساس أنه لم يتم الطرد طلعت وتجاهل تقرير حكم المباراة حسين إمام في وقاعة غريبة لم تحدث في أي مكان النتيجة أنه اتحاد الكورة قرر إعادة مباراة الأهل والترام في طنطة بدون جمهور يا عم ده الحكم ما أدنيش ده الحكم نهاية طبيعية ده انت خدت بدون وجه بتقرير الحمل الراية هو مش من مصلحته أو مش من سلطته يكتب تقرير تقوم تلغي المباراة ضد رغبة الحكم حسين إمام وضد قانون الكورة وضد قانون الكورة تلغيها وتعيدها في طنطة بدون جمهور تنقلها من ملعب الأهلي لطنطة وبدون جمهور ومش كده بس ده طلعت اللي ما اتطرات شي لكن بنانا على رغبة شك فيها حسين إمام رغبة من محمد حسن الحلمي شك فيها حسين إمام ابن الزمالي يوم التحاد الكورة لا يكتفي بالغاء فوزي الأهلي إعادة المباراة في طنطة إقامتها بدون جمهور لا كمان إيه إيقاف طلعت مباراتين بيوقف لعب ما اتطرد شي كان مفروض يضطرد كان مفروض يضطرد في تأديل حامل الراية شفت النقطة وبالمرة وقفتوني بتاع ترام لنهاية الموسيقى ده العزيز عبدالله سالم آه رئيس التحاد ابن الزمالك آه قياد زمالكاو كبير طيب أحهد قيادات الزمالك رئيس التحاد الكورة الحاكم ابن نادي الزمالك وعم النجم الأسطوري لنادي الزمالك حامل الراية اللي كاتب التأرير اللي لقى المباراة اللي بوز الدنيا دي كلها كابتن محمد حسن حلمي الأهلي يسكت حطوا نفسكم مكان الأهلي في قضية الحق واضح والمنطق واضح عمل ليه الأهلي فورا اجتمع مجلس إدارة النادي برئاسة الأميرالاي عباس حلم الغمروي بصوا الشخصيات ليه لأنه أحمد عبود باشا رئيس النادي كان مسافر خارج البلاد جلسة دي كانت يوم السابت 30 إبريل 55 يعني بعد اجتماع التحاد الكورة بتلات أيام عرض عليه قرار لجنة مسابقة الدوري العام الصادر فيه 27 إبريل بشأن إلغاء مباراة النادي الأهلي اللي أقيمت يوم 24 إبريل مع الترامب وقعادتها بملعب تنطب دون جمهور وإيقاف طلعت عبد الحميد مباراتين رسميتين متتاليتين انتهى مجلس الإدارة بعد بحث الموضوع بحثا مستفيدا على ضوء قانون الحكام ولقاحت مسابقة الدوري العام إلى تقرير إلى تقرير دي المواقف الانسحاب من عضوية الاتحاد المصري للكرة القدم بالإجماع اتحاد ضربة بالقوانين واللواع عرض الحق بصوا الأهلي والأعراف الأهلي ما قالش أنا هنسحب الدوري الأهلي قال الناس دي ما مفعش أتعامل معاه الاتحاد اللي يدير مسابقة بكل هذه العنفوان منه الظلم والتحامل والفوضى أنا بطلع من عضويته مع الإشارة تاريخيا أن الأهلي هو المؤسسه في 21 وجعفر والي بياشا رئيس النادي الأهلي وقتها ترقص اتحاد الكرة وعدد الأعضاء الأغلب كانوا من أعضاء الأهلي لكن معلنا في هذه القضية ورئيس الاتحاد أحد قيادات نادي الزمالك التاريخيين أيضا الأهلي بينسحب من عضوية اتحاد الكرة أي حد ما كانوا هيعملوا غير ده نتيجة لقرارات الأهلي العنيفة اجتمعت اللجنة العليا لاتحاد الكرة هيردوا يوم ستة مايو يعني الآل اجتمع يوم سبعة وعشرين يوم تلاتين هم بعد الأسبوع اجتمعوا لمواجهة تطورات الأحداث أصدروا قرارات إيه بقى؟ اعتماد نتيجة مباراة الآل والترام تلاتة اتنين لصالح الأهلي بصوا بقى الإدارة لما تحاول تراضي أو تحاول ترجع عن خطأها هي نفس الإدارة اللي بحثت نفس التقارير من أسبوع أخذت قرارات جاية دلوقتها باش مهندس تاخد اعتماد نتيجة المباراة تلاتة اتنين لصالح الأهلي النتيجة اللي انتهت عليها المباراة بقرار الحكم خدوا تقرير الحكم آه آه خلاص الموافع على قرار لجنة الدوري بوقف لعب الترام توني حتى نهاية الموسم قرار تاني يحاولوا يحفظوا بيه ماء الواجب إقامة مباراة الأهلي والأوليمبي اللي كانت هتتلعب بعد مطش الترام في طنطة بدلا من ملعب الأهلي بتعاقب الأهلي ليه يعني انت خلاص الأهلي مش في الموضوع انت في كل قراراتك التلاتة اللي فاتوا اعترفت ان انت كنت غلطان وانه الحكم سيد الملعب وانه حسين إمام مش هلحز للأهلي والأهلي مش في الموضوع ما عملتش حالة والأهلي برة الأحداث خالص وطلعت ما اضطرتش في المباراة وادركت انه كابتن محمد حسن حلمي حامل الراية كان متجاوز سلطاته القانونية انت خدت بيها في الأول فوقت بعد كده رجعت عن قرارك اعتمدت النتيجة الماتش 3-2 وقفت توني لعب الترامل لنهاية الموسم بحسب القرار ايه بقى ماتش الأهلي اللي جاي مع الأولمبي يتلعب في طنطة هقول لك أنا بقى ايه اللي في دماغهم ساعتها اه قول لك الأهلي حنبسط أوكى ترخير الدين يدي تلوم الماتش ايوه وما تلهمش يتلعب فحيديني بقى ان الحتة دي يعني والموافع على اقتراح عبد الرحمن أمين كان رئيس اللجنة الأولمبية باعتبار خطاب استقالة النادي الأهلي من الاتحاد قائما لحين ورود خطاب من اخر من النادي يلغي الخطاب الأول ده في منطق يعني اتحاد الكرة قال الأهلي انسعد من عدوية الاتحاد موقفه قائم لغاية لما يجي لنا جواب يرجح فيه عن قراره بس ما لفتش نظرك حاجة حسن قرار رئيس اللجنة الأولمبية ما لفتش نظرك حاجة انه فيه سلطة لجنة الأولمبية ان اللجنة الأولمبية كانت صاحبة السلطة زي دلوقتي القانون ما بيقول بالزبط الناس التي تنكر على لجنة الأولمبية صلاحيتها القانون وقتها كانوا السلطة للجنة الأولمبية وده الزمن العافي يعني حددت اللجنة آخر معاد لرد الأهلي بهم وقفه ورحوا محددين معاد للأهلي تسحب استقالتك من الاتحاد آخر معاد لك عشر مايو يعني قدامك أربعة أيام ودينا خلصنا لك المسألة مجلس إدارة النادي في اجتماعه يوم تمانية مايو رأى أن قرارات اتحاد الكرة لم تغير من الأمر أي شي فالأهلي لم يخطئ اجتماعاً لتعامل في الأهلي أنا مغلطتش عشان تنقل مباراة مع الأولمبي خارج ملعب النادي واللي يشهد على أن أنا مغلطتش حكم المباراة وتقريره وبالتالي قرر للمجلس أن قراره بانسحاب الأهلي من عضوية الاتحاد الكرة لا يزال قائماً بصوا التمسك بالحق أنت عاقبتني حتى لو العقاب في وجهة نظرك صغير أن أنت تنقل مباراة ليا برا الملعب ده في حد ذاته ما فيش مباراة ليس تأكيد منك أن أنا غلطت وأنا مغلطتش ومش أنا اللي بقولك أنا مغلطتش حكم المباراة حسين إمام هو اللي بيقولك كده تقريره بيقولك كده أنت عاقبتني على أي أساس بقى نقلت مباراة الأولمبي برا القاهرة برا النادي لو الأمر كده انسحاب ساري طب وبعدين والاتحاد الكرة كلام ده كان يوم تمانية مايو اتحاد الكرة قال لك عشرة مايو آخر معاد لو الأهلي مرجعش لصواب وسحب قراره هيعتبر نافذ قرر اتحاد الكرة شط بالأهلي من سجلاته دخلنا بقى في الصدمات العنيفة عناد شط بالأهلي من سجلاته لأنه عدت مهلة عشرة مايو وأصدر قرارا خاصا بلاعبية بصوا النادي الأهلي استبعاده من سجلات اتحاد الكرة اتحاد الكرة قرر شط بالأهلي من سجلاته وقال لك لعبت الأهلي يخيرهم اتحاد الكرة لانضمام لأي نادي هما عايزينه أو الإقاف يا هتوافقوا تنتقلوا لأندية تانية يا هنوقفكم هيلغي النادي الأهلي هينهي كرة القدم في النادي الأهلي بصوا حجم الصدام الأهلي هيرضخ هيكش هيجي يقول له ما عليش حصل خير مش مشكلة نعدي مطش الأولمبي الناس دي كانت بتتكلم على أرضية الحق أنا صح ما عنديش غلط بتعقبني ليه فامشي معاك للآخر إيه اللي حصل بعد أربع تيام من قرار شط بالأهلي واستبعاده من الاتحاد وتخيير لعبته يا تتوقفوا يا تروحوا لأي نادي اللعيبة بتاعة الأهلي اجتمعت في الجنينة في النادي وأعلنوا موقف تاريخي مع الأهلي حتى النهاية قرارات هامة للعيب كرة القدم بالأهلي مش هننتقل لأي مكان وهنفضل نتمرن ونقعد في النادي الأهلي فقط حتى لو لغاية الاعتزال لكن لن ننتقل لأي نادي آخر نتيجة لهذا الموقف التاريخي بقى للعيبة تجاه ناديهم مجلس إدارة النادي في 15 يونيا برئاسة عبود باشا كان رجع وجه الشكر لجميع اللعيب كرة القدم في النادي على خالص انتمائهم وولائهم وإخلاصهم للنادي ورفض الانضمام لنوادي أخرى طب والنتيجة ده موسم بلا بطل كان في الفترة دي طب اتحاد الكرة شطب الأهلي ولعبت الأهلي كلهم دوليين أو معظمهم منتخب مصر كان بيستعد راح دورة العاب البحر المتواصف هيعمل ايه بقى؟ العيبة رفضت تروح اي حت وبالتالي بالطبع مش هيتمرنوا مع المنتخب ولا يحق اليوم تمثيل مصر في دورة العاب البحر المتواصف تدخل عبد الرحمن أمين أمين رئيس اللجنة الأولمبية توصف بين الأهل واتحاده الكرة تم الاتفاق على أن يوقف الاتحاد قراراته وعلى أن يسحب الأهل استقالته حتى يستطيع الاتحاد اللي استعانى بلعيبة الأهلي يعني يا أهلي خلاص الاتحاد هيسحب كل القرارات اللي أخدها يبقى مفيش أي عقاب على النادي لو مطش الأولمبي ولا غيره والأهلي يسحب الجواب بتاع استقالته من عضوية الاتحاد عشان لعيبة الأهلي ترجع تروح المنتخب البطولة ما استكملتش لعدم موجود وقت اللي كافي لها وبالتالي دخلنا في دورة ألعاب المتوسط أثناء الأزمة دية والدنيا الخناءة شغالة بين الأهل واتحاده الكرة الزمالك لعب مباراتين في الدوري فاز على الترام 4-2 وخسر من الإسماعيل 4-2 وتصدر الدوري بـ 24 نقطة وده جدول المسابقة وقتها في موسم 54-55 الزمالك كمل مباراته 18 عند 24 نقطة كان الفوز بنقطتين الأهلي ملعبش مطشين وعنده 22 نقطة المطشين اللي ملعبهم شي لو كان لعبهم كان حياخد الدوري فبالتالي انتهى الدوري بدون تحديد بطل لعدم اكتماله الأهلي كانت لهم مباراتين قدام الأولمبي والقناة أداءهم لو كان فاز في واحدة وتعادل في واحدة كان خاد الدوري الذي لم يكتمل وأزد الاستطار عن واحدة من أعنف صدمات الأهلي مع التحاد القرى بالشكل اللي انتوا شايفينه لا لموقفه فيها ممكن بس عملك تعليق صغير برضو عشان لماذا نستعرض هذا الأمر ليس من باب استعراض القوة ولكن من باب التمسك بالحق مرة رحت مجلس النواب عشان كان فيه مشكلة فأنا داخل لقيت حد على النصر يقول لك الأهلي ما عليش على رسل ويش أطلوه فأنا وأنا داخل بتحكي كده لا على رسل ريشة هنبصل ويقول له ريشة بتاعته الحق ما يتكلمش غير في حقه لما لوش حق مش حيتكلم كانت بمناسبة بنلاعب المنصورة فاينال كاس والأستاذ هيرمس ردوان وعاده مجلس دراف المنصور وعاده مجلس نواب بيقول احنا عايزين نص التذاكر من حققنا نص التذاكر قلتوله على فكرة صح ابعت فلوسهم حبعط لك نص التذاكر فبص كده قلتوله ابعت فلوسهم واللي عايزهم بزاي عن يدية مش ده ما فيش ريشة على رسل اللي قالي غير الحق وانت حقق نص التذاكر ابعت خده بس ما تندهيشي لو الناس جات قلت أهلي أهلي فضحكوا كلهم طبعا والأزمة انتهت وقلتوله التذاكر أي كمية انت عايزة أخدها الأهلي لا يتعنت يا أستاذ إبراهيم ولا يدخل إلا زا كان الله حق عشان كده لما بينتصر مش بينتصر لأنه بيكسر له قدامه بينتصر لأن الحق معاه بيتمسك بحقه بس بيتمسك بحقه أقول له واضح قانونا ومنطقيا أزمة تانية أزمة عمر عبد الله والمحلة سنة 76 الدوري في هذا الموسم موسم 75-76 دي من أغرب الأزمات برد كان مجموعتين الأهلي بيتصدر مجموعته بلا هزيمة المحلة على قمة المجموعة التانية بينفسه فيها الزمالك لما تقابل الزمالك والمحلة على بطولة المجموعة الفايز منهم هيروح يلعب الأهلي في النهائي على الدرع واحد من المشاجعين رامة طوبة في ديئة 26 عورت الكابتن عمر عبد الله جناح المحلة المحلة كان متقدم على الزمالك اتنين واحد الحاكم قرر انهاء المجموعة تحد الكرة اجتمع خد قرر واحد من أغرب القرارات بصوا لما يحصل تفصيل اللي لازم أن يستفز في الحق وتكرر القبر في الأولمبي نتيجة 2 واحد النتيجة 2 واحد للمحلة الطوبة جاية لجناح المحلة الجناح الأيمن عمر عبد الله كانون جيمين فجاية من مدرج الزمالك المحلة مش هتعور اللعيب بتاعها وهي كسبانة والمباراة في استادة القاهرة مش في المحلة كل الظروف واضحة اتحاد الكرة يجتمع بقى فياخد قرار استكمال المباراة الجمعة اللي جاية بدون جمهور استكمال الوقت المتبق منها يعني من الديئة 26 للآخر بدون جمهور وإزعايةها تلفزيونية المحلة رد انه رفع عضية ضد القرار تدخل الدكتور عبد الحميد حسن كان وقتها رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأوقف قرار الاتحاد شايف ان ده ظلم للمحلة وشاك اللجنة البحث الأمر تقصى حقائق اللجنة أوصت بإلغاء قرار اتحاد الكرة قالت للوزير ده اتحاد بيهرج فاللجنة المحايدة أوصت بإلغاء قرار الاتحاد الوزير ألغى قرار الاتحاد يقوم الاتحاد رادت بإيه بقى يلغى الدوري غلاسة بغلاسة لغى الدوري يعني عناد مستمر طيب مثل لغى الدوري الأهلي أول مجموعة بقيلوا مباراة ويأخذوا البطولة وكان وقتها ده الجيل الزهبي بقيادة ديكوتي الجيل الكبير يعمل إيه الأهلي أنت بتضيع الموسم كامل على مباراة أنت مش عارف تديرها ولجنة محايدة أثبتت أن أنت غلط وفريزة المحلة أنت يعني استضعفتوه ظلمتوه اجتمع النادي الأهلي لتلك الأزمة اللي هو بقى طرف فيها لأنه بإلغاءك الدوري بقيتنا طرف في الأزمة أنا في مجموعة مستني أخد مطش أحفظ بيه مجهود الموسم بالكامل أنت لغيته ليه خد مجلس إدارة النادي الأهلي قرار إدانة قرار اتحاد القرى بيقاف الدوري شايفين أنتو دي وثقة القرار وأنه النادي بيحتفظ لنفسه بالحقوق المترتبة عليه والتنديد بأسلوب الاتحاد الذي حاول أن يحل مشكلة صغيرة بمشكلة أكبر على حساب الأهلي والتوقف عن الاشتراق في أي مسابقة ينظمها اتحاد القرى من تاريخ صدور هذا القرار أنا بعتبر أن أنت بتستهين بحقوقي وحقوق الأندية وأن أنت أنفير في إدارة المسابقة فأنا بتوقف عن الاشتراك في أي مسابقة أنت تنظمها ما دمت بهذه الطريقة المحلة ما سكتش برضو قرر عدم الاشتراك في كاس مصر البطولة التالية لأنه دخلنا في الكاس احتجاجاً على إلغاء بطولة الدولة تحاد الكرة رد بقرارات أخرى على قرار الأهلي التصعيد إياه رفض بيان مجلس إدارة النادي الأهلي كان مجلس إدارة النادي الأهلي وقتها برئاسة فريع عبد محسن كامل مرتاجي عليه رحمة الله تحاد الكرة بيرفض بيان مجلس إدارة النادي وبيكون ترتيب الأندية كما هو حين أصدر الاتحاد قراراً بإنهاء البطولة ويحتفظ الأهلي بصدارة المجموعة الثانية ما احتفظه أيضاً ببطولة الدوري لكونه البطل السابق واستكمال مسابقة الكاس الاتحاد فاكر أنه كده بيراض الأهلي بصوا الزهنية هي هي تحاد الكرة بيقولك خلاص احنا بنندد بقرار النادي الأهلي لكن بنعتمده بطل بحكم أنه بطل البطولة السابقة ومتصدر مجموعته فأهديناله اللقب ترضية بس ترضية غير واقعية وغير مقبولة ومش الأهل اللي يقبلها بهذا الشكل وإيه قالك ونستكمل مسابقة الكاس يعني ايه طنش الدوري خلاص كتب الأستاذ نجيب المستكاوي ساعتها في الأهرام واصف قرار اتحاد الكرة بأنه ده حديث المصطبع وشفتوا محاضر الجلسات تباعا زي ما ظهرت قدام حضراتكم قال الأستاذ نجيب المستكاوي رفض الأهلي قرار اتحاد الكرة رغم أنه ينص على الاحتفاظ بطولة الدوري بصوا قيمة موقف الأهلي حتى في مسندة المحلة ولعله ده برضو في فرصها سبب علاقة جماهير المحلة والغربية والدلتة بالأهلي إنك في الحق أنا بنصرك بقف معاك اتحاد الكرة بيقول الدوري ليك بس أنا مع المحلة لازم ملعب أنا والمحل عليك أنا دحاء المحلة أخذوا في الملعب ما أخذوش بقرار من الاتحاد المنحاس بالشكل ده فقال الأستاذ نجيب المستكاوي رفض الأهلي قرار اتحاد الكرة رغم أنه ينص على الاحتفاظ بطولة الدوري فهو يريد الفوز بالبطولة لعبا وليس منحة من اتحاد الكرة فقرر تصعيد المسألة إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مدافعا عن حقه في استكمال البطولة وكتب محرر الأهرام في نهاية تقريره عن شكوى الأهلي الكرة الآن في ملعب الدكتور عبد الحميد حسن هيجيب جون هيجيب جون هيجيب جون في حث الوزير على التدخل اجتمعت لجنة المسابقات تدخل طبعا الدكتور عبد الحميد حسن بشكل مباشر وألغى قرارات اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة الدوري طب والحل اجتمعت لجنة المسابقات بالاتحاد حددت لقاء نهاء الدوري بين الأهل والمحلة واعتبرت المحلة فايز على الزمالك 2-0 لأنه اللي أصيب عمر عبد الله جناح المحلة اللي هي المسألة كانت من الأول من الأول منطقية لا حقيا ده القرار الأول اللي كان المفروض يكون اعتماد نتيجة المباراة بفوز المحلة على الزمالك 2-0 مش ممكن يا أخواني والله قالك لأن الشغب وإصابة عمر عبد الله صدر من جمهور الزمالك ده بالمناسبة اللي حصل في طوبة البلتاجي أي الزمالك مغلوب من المقولين اسمح لي صحح 1-0 مش طوبة موبايل موبايل البلتاجي موبايل البلتاجي عشان يتلغي فوز المقولين 1-0 وتتعادل مباراة ويفوز الزمالك ويفوز بالدوري محدش بيتكلم على موبايل البلتاجي ما علينا في هذا الأمر اللجنة حددت لقاء نهاء الكاس نهاء الدوري الأهل انتصر في هذه الأزمة لأنه سند الحق وحقه كان واضح بالمناسبة الأهلي فاز على المحلة 1-0 في مباراة الزهاب 76 وفي مباراة العودة فاز الأهلي أيضا 4-0 ده المباراة ده هدف الأهداف كلها شف الخطيب ده كان الجيل الزهب بتاع السبعينات اللي كانت كسب 1-0 و4-0 على المحلة وخاد الدوري بعرق لعبته ومجهوده مش خرار من الاتحاد بالشكل الكوميدي اللي حضراتكم تابعتوه يعني ليه كانت الأزمات دي بتنتهي لصالح الأهلي الأستاذ حسن مستكاوي له كتاب مهم جدا لعله الكتاب الأهم في تاريخ مكتبة الأهلي النادي الأهلي بطولة في الرياضة والوطنية 1907-1997 فيما يخص مثل هذه الحوادث كتب الأستاذ حسن مستكاوي أن الأزمة التي وقعت في مارس عام 66 تؤكد أن الأهلي يقبل أي قرار إذا كان فريقه على خطأ أو جمهوره على خطأ ما بكبرش وأعتقد أن ذلك في حد ذاته أحد أسباب المواقف الصعبة والحادة التي يتخذها الأهلي حين يستند أهم حاجة أريدها النهاردة حين يستند هذا يتلخص الموقف مزبوط جدا 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 لأنه إذا كان يقبل أي عقوبة أو قرار من الاتحاد حين يخطئ فإنه بالتالي يدافع عن حقوقه حتى الاستماتة حين يكون على صوابه تمام 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 هو ده ملخص الليلة كلها الأهلي لا يكابر ما بيعفرش ما بيتفتونش ما بيبلطقش لما بيبقى معه حق ما فيش حد هيسنيه عن هذا الحق وزي ما قال الأستاذ حسن مستكاوي بيدافع عنه بكل استماتة ولما بيبقى ما معهوش حق خلاص بيسكت وبلعبته أخطأت فريقه أخطأ جمهوره أخطأ بيتقبل القرار قولا واحدا لكن غير كده لا في الموقف الحالي الليلة تشبه البارحة كثيرا الموقف الحالي مجلس الإدارة الحالي إذا كنت شفته الخطيب بيجيب جوان في مباراة المحلة والأهل ياخد الدوري بمجهود لعبته وبعطاء موسم كامل في الفترة الحالية مجلس إدارة الإله برأسة الخطيب بصه الأيام بتعود إزاي يحافظ على حق فرقته لأنه بيستند على حق اديتني جدول أنا ملتزم به ما فيش فريق تاني ما فيش فريق تاني من حقه يفرض عليك قراره عشان تبدل الدوري بالكاس أنا كأهلي بكل هذه الشعبية وهذا التاريخ وهذا الحضور في تاريخ الكرة المصرية ما عملتهاش ما قلت لكش بتدل الدوري بالكاس جميلني فمش أي حد لا أنا ولا غيري من حقه يفرض عليك فجأة قرار أنت تنفذه لا إرادة الأهلي لم تنكسر لأنه في الحق مش هنصع لأي حد وهنا كمال لازم الناس تبقى فاهمة وأقولهم بالتحاد الكرة أن الأهلي مش بيفرض عليك حاجة ده بيفرض بيقولك اتمسك بقرارك أنا مليش طلبات عندك يعني ما فيش انتصار هنا يعني فكرة أن الاتحاد بقى مش هيقدر علشان بيبقى الأهلي ما فرضش كلامه الأهلي مالوش كلام يفرضو لألي بيقولك أنا مش عايز التعديل اللي انت عملتها اللي ملاش مبارس